تدريجياً بدأ الوضع يعود إلى طبيعته اليوم عقب عطل معلوماتي غير مسبوق أدى إلى اضطرابات لدى شركات طيران عالمية ومصارف مؤسسات مالية ونجم عن تحديث فيه خلل لبرنامج مضاد للفيروسات وازدحمت مطارات بالركاب أمس الجمعة عبر العالم بعد إلغاء عشرات الرحلات فيما بدل المشغلون جهوداً حتيثة لمواصلة العمليات بعدما تسبب تحديث يشبه خلل لبرنامج الأمن السبراني لمجموعة كراودسترايك الأمريكية بعطل عالمي عند تنزيله على أنظمة تشغير مايكروسوفت ويندوز وقالت شركة كراودسترايك إنها نشرت برمجية لإصلاح المشكلة وقال رئيسها جورج كورتس إنه يريد الاعتذار شخصياً من كل مؤسسة وكل مجموعة وكل شخص طاله الضرر وضيفة أن عودة الوضع إلى طبيعته سيستغرق بضعة أيام بما يخص العطل التقني العالمي اللي حصل يوم أمس أو اللي أنا أسميه الانهيار السبراني هو حدث الأقوى في التاريخ أقوى عطل التقني حصل في التاريخ طبعاً الضرر أن نتكلم عن مئات المليارات ممكن هناك شركات راح تفلس إنهيار في أسهم هذه الشركات التقنية الكبيرة الخلل اللي صار حتى تأثير على الدول والمطارات والصحة والتعليم راح يكون تأثير قوي جداً الخسائر قد توصل إلى التريليون وأكثر من ذلك طبعاً اللي حصل ماهو شيء سهل أما فيما يخص الإجراءات اللي يجب أن تقوم بها لابد أن يكون هناك الاعتماد على أكثر من نظام يعني ما نعتمد على نظام واحد فقط لا يكون أكثر من نظام وأكثر من برنامج إذا توقف أو تعطل هذا النظام تقدر تستخدم النظام الآخر ولابد أن تكون الأنظمة مختلفة عن بعض أما الإجراءات اللي تقوم فيها الكويت بالفعل الكويت عندها إجراءات سليمة جداً خصوصاً للمركز الوطني الأمن السبراني ما يتم اعتماد أي برنامج إلا بعد تجربتها وما يتم استخدام أي برنامج إلا وفق معايير قوية حاطينها المركز الوطني وتجربة هذه الأنظمة باستمرار وتحديثها بشكل مستمر فالإجراءات الحالية في دولة الكويت هي إجراءات سليمة بشكل كبير عشان شديد ما تأثرت الكويت من ضمن الدول اللي تأثروا في هذا العطر الفني ولكن الكويت كانت تقنياً بمأمن عن مثل هذه المخاطر ترجمة نانسي قنقر